اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا السيد كي يقول با إلا الآن الرحمن هو دليل على العذاب شكون قالها لك شكون قالها لك الرحمن فيه الانتفاخ فيها الوسع دعا الرحمة وهي الرحمة التي تشمل كل الناس والمخلوقات في الدنيا وهي رحمة واحدة من التسعة والسعين والرحيم هو جمع كل الرحمات للمؤمنين وحدهم يوم القيامة ولكن لماذا يذكر الله تعالى خشية الرحمن وعظى بالرحمن لماذا ليبقى قلب الانسان في الدنيا معلقا برحمته ولو عصى ولو عصى لا ينبغي عن يقنط فلو جاء أحد فقال لأنك عصيت وفعلت 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 ألا تخشى الجبار فالله سبحانه عز وجل يقول لك هذا رحمن سمعوا لهذا الحديث هذا لا القدس أش كي يقول يا داود لو يعلم المدبرون عن بابي المدبرون لكي حربوز شدة اشتياقي لهم لتقطعت قلوبهم شوقا إلي هذا الرحمن وصلك سيدة ربي بغي عذبك ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا يرضى لعباده الكفر وين تشكره ويرضاه إليك لا يرضى ربي ربي لا يرضاه إليك ربي سبحان الله يعطيك كل شي ما يشتقول ليه النعيم يغدوك بالنعم استمعوا لهذا الحديث نكملكم بهذا إن شاء الله تعالى عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي فأين تجد ربا مثلي فيه إن أطعني فهو لي حبيب وإن عصاني فأنا له طبي يدوك بالبالاية باش يرضك كما قلت يدرب فلولا إجاءهم بس هنا تضرعوا تضرع تضرع كما قلت يدرب سبحانه عز وجل في القرآن ظهر الفساد وفي البري والبري باكسبة الدينس ليذيقهم بعض لأن لم يرجعون هان مقصود إذا أعطاك هذا لأن لك تعود إلي باش مليني يتنظر بها كذا تقول يا رب يا رب تولي يا سيد يا رب تولي يا سيد يا رب تولي يا سيد يا رب تولي يخلقها هكذا تبشي باطر شتو على شه الرحمن مرتبط بهذا الشي ليس معناه أن الرحمن لا شك ولك يقول الرحمن هو الاسم الجليل الممتلئ بالرحمة الرحمن والدلي الرحمن علم القرآن فأعظم رحمة جلت من الله على الخلق معلمهم القرآن القرآن رحمة وشفاء اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن